إنكم ستهزمون لأنكم تريدون وقف عجلة التاريخ وإننا سننتصر لأننا نمثل المستقبل الزاهر مقولة هزت عرش فرنسا وأذهلت جنرالاتها الذين تمنوا أن يكون الشهيد العربي بن مهيدي أبو الثورة وصانع أمجادها رئيسهم لم يعذب عندما قبض عليه ولم ينتحر كما كان يروج له الاستعمار الفرنسي بل تم قتله رميا بالرصاص وذلك بأمر من فرنسو ميتران الذي كان متأكدا من عدم جدوى التحقيق مع بن مهيدي حيث قال فيه لا تنتظر منه شيئا لأن هذا النوع من الرجال منتشي الثورة بن مهيدي وزارة هذا هو اللي عدبوه هو اللي كده وزارة ما عدبوه ما ولوه هو ما قتله بعد ما قتله الجريدة دي كودالجي تقول وجريدة تخرين تقول بن مهيدي قتلوا روحوا قتلوا روحوا بقمجتوا شتنت يا عبد قتلوا روحوا بقمجتوا يزموا السلم اسموا كرسي باش يطلع فوقوا باش تحبيله هذيك العربي بن مهيدي قاهر جنرالات فرنسا والعقل المدبر للثورة لم يكن إلا إنسانا بسيطا مثقف ملتزم صادق ومواظب على صلواته ستان ام ديزان بارفي يعني بارفي يدوى وارد دفو انتال لما نعرفو مشانا ما المعيشة اللي عشتان عا ما دابين زيد نعيشها من الفوق ديزاني طبعا الضحك حلو الصلاة سمحوا لي مقتلوا لناش حامل واحد ووسفات حاليهم لم يثنهي الفشل من أن يحلم بالاستقلال بل كان متخوفا من نيل الحرية كان حكيما لديه رؤية استشرافية لما ستواجهه الجزائر من تحديات بن مهيدي نطلب ربي ما حضرني لنهار الاستقلال دي جادوك هم يضاربوا على المسئولية ما زم ما استقلنيش قال لنهار ما استقل قال يوقع فيها ما يوقع بن مهيدي استشهد لتنعم أجيال المستقبل بالحرية استشهد ليترك الجزائر أمانة في أعناقهم ليقول لهم إني أديت الأمانة فالله مشهد